السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسباحكم بالخير أمساكم بالخير أزول في اللوين بانجور بانجور ميسيو دام هني طويلت عليكم شوية انتوكا اليوم نكملو نمعطيكم معنا وشنو هي لغير كونياتيف يعني يحرب الإدراك الإنسان كيفاش يردو ما يدركش يطرر شبرك وليخل من بركك دك وش يطبع له وفيرازه هذة لغير كونياتيف هذي باش نفهموها لازم نجيب لكم ايكزمبل ايكزمبل هو صاري في الأمة تعنا على الإسلامية هذه الدعوة بالإسلام وهذا وهذا لغير كونياتيف احنا بدأوا عندنا عندها 14 قرن لغير كونياتيف هذي عندنا هذي عندنا هذي عندنا 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 سلوك تعنا تعنا مسلمين عندها 14 قرن الإنسان ما يدركش كتوريره هكذا عيناني مسما أراسو خشي ما لا لا قرره هكذا القنع لا يستطيع مهم فحيث لا يستطيع فحيث لا يستطيع مخيث لا يستطيع فحيث حيث هذي تكون حرب لا يستطيع المزيدة 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 وظ دمcs choix التعwid button الهواء من المخلوقات، وقال تحسلت في الناسة محجزة، وقال دائم، أن نقوم بأنك، فكرة نفسي، المتابعة، ستبقى في دائم المقلات، وقال تلك يتحسل تحسل جدًا، من أجل أن تقول، يمكن أن تجد من خلال الناسة على السابقين، على الجدان، يجب أن يقوم بأنهم على فدراء المجال على تتعليم كلما، يجب أن تجمع كلما تحسل جديد، على السابقين، يتقال قللت قطعوا الحقاب شكرا نحن لا تشرح قطعوا تولي يتقالل على دونان قطعوا有人 قد كبير ستركب عليها أيضا كذا كذا هذا أبدا لا تقل بحقاً بحقاً، اسمه بحقاً، وعمل خيث، او من الهتل مجزد بحقاً. ان شخصاً، وفي حالة، يطلقوا غريبه لفقاً، وقامت بحقاً، ومن خيال لا يزيد خيال لفقاً، وحضر بحقاً، ومن ثم يتحرك مجزد نفسي، بحقاً، بحقاً، لذلك فرقاً، لذلك، نعمل، ومجزد نفسي، يجب أن تقعد في أين يورو هذا هو تسمى المخلطة نرى ما نريكم لديكم مثال رأيت الفيديو دانيا ما خرجت لها كداية بتاع لطفي دوبلكانو كداية لطفي دوبلكانو يحضر الملحيدين في الجزائر يقول لك كاين طايرة أنت الملحيدين في الجزائر يستخدرون نفسهم وما لازمش تسبوهم مليح موش كان يقول بصح شوفهم بعد كيفش يدور هات القضية هذي إذا كان كاين الملحيدين في الجزائر يعني هو السيستم ويرجحهم هكدا شوفوا مليح نوري لكم السلام عليكم أحباب أزول في الله وإن شاء الله تكونوا بخير بصحة وعافية معاكم لطفي وكالعادة رأنا في الجزء الثاني تاع الحلقة تعنى الملحدين ولا الإلحاد وحكينا قلنا بلي أنا هاد باهرة نشوفها ولا نحطها في خانة عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وقلنا رح نشوفوا بعض الأمور من بينها المعاملات تع بعض الناس وقلنا في المعاملات كان الجزء الأول اللي هو السبان وكلام العيب وهذه ليست من صفات المؤمن ولا المسلم معاملة يعني هاد الألفاظ وكده اليوم هنحكيوا عن معاملة وطريقة أخرى اسمعوا هاد الشباب وشي اقترحوا كيما درت فيديو على الملحدة البشعة هادي وجامل الحمال يدفعوا عليها هاوليكم الكونت سحسي وأقفلوه لها عندكم 24 ساعة في يدكم سيني عليوه كامل هكا إما تبلغ عليه لأنه في قانون الجزائري وعقب كل من يوسي الإسلام إما تقرقوا الكونت فيهم إما تحدروا منهم الشباب قللك أقفلوهم وما تهدروش معاهم بلوكي يقول لهم ليكونت باش من النس ما تسمعش تقفلوهم فمهم يعني والفكرة كيفية تبلوكاها يعني هل انت هارب من الفرنطنو هل هارب من المواجهة يعني هدا هروب من المواجهة على خايف إذا ما عندكش انت الحجة ولاك ربما كايين ناس أخرين عندهم لا لا لازم نقفلوهم وما نخليوا هل كل ما يصادفنا مشكلة نقضيو عليه بهذا الغلق والقفل أخوتي الرسول صلى الله عليه وسلم لما جا في بداية الدعوة عم بالكم باللي يعني عطاهم الحجج وهضروا كلش لدرجة إنهم قالوا كيما هكا أقفلوا عليه وما تسمعولوش قفلوا ودنيكم وجدت نعيمة صالح يتحهم قلت لهم ما تزوزوش بيهم ما تتاجروش معاهم ما تمشيوش معاهم دانوا لهم هم بارقو لا لأنه الظلم دي ما يخاف من مواجهة الحق الظلم يا أخوتي مهما كان قوي الحق مام كان ضعيف عنده عزيمة وواثق من نفسه ويديفون دي لابون كوز فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان ماشي بهذا المبدأ أنا مام ضعيف وصحابه وعدد قليل على ما تفروني على ما تواجهونيش على قفلين عليا حتى ماتت سيدة خديجة رضي الله عنها ومات عموا يعني في عام الحزن وقفلوا عليهم ماكلة مكانش تجارة يعني على ما تواجهنيش بالأفكار وتثبت أني غالط تخيل يا أخوتي بعد هذا كل يدور الزمان يقول لي والمسلمين هما اللي يرفضوا المواجهة ها 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 إيراني دي صار مكانت المسلمين ماشيين بمبدأ احنا نواجهوا تقلبت علينا والله والمسلمين يقولوا لا ما تقبلوهمش أقبلوا عليهم بلوكي يقولهم لي كونت علاه علاه يا أخي لأنه الإمام هذا يجاوبنا على السؤال لأنه شبابنا رامو جديد رامواجد هو أصلا بأتداء بعدو كان يجيه واحد يعطي له فكرة يروح إنما هي أرحامهم تدفعوا أرضهم تبلع يقولك ما كينوالو كشديدون قيامة وكذا ويكذبوا عليكم عيشوا حياتكم إحنا رامو منين ونعانيوا بعضنا البعض الإجرام داير حالة السريقة داير حالة التصور يحيوننا الدين التصور يحيون نروح الفساد طلعنا في الدوزيان فتس الإمام يقول الله غالب شبابنا ديجا أرام في حالة شبابنا رووا جست جست يزيد يجيه هذا يقولوا رووا ضاع إيه وعلاه وصلنا لهذا الشي عم بالك أجمعك أنا لا تيوري ولا المقولة اللي ينسبوها على الأنشتاين غالك لوبسكوريتي الضلام يعني الضلام راهو يخلق من انعدام الإنارة ولا الضوء ولا النور يعني بيت مظلمة خطك النور فهنقص ينقص ينقص نهار يروح النور الضلمة تجيه هكاك المجتمع تعنا المجتمع تعنا الضلمة كترت فيه لأنه الناس اللي تنشر الخير والنور هداك نقص خلاص ماشي لي أنه الناس كتر والفاسد لا الناس هادهم سوكت ودونك يجيوك ناس فش يقولك عندك بيت مظلمة وش تدير لها أقفلها يا ولدي ديرون بولا لا 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 أقفلها وقوم داني واقفل للكونت هاي هذا هو الحل عندك بيت مظلمة وفساد فيها فالعودة نقوي النور هداك كما قال أنشتاين هداك يضوي هديك ويكتر الخير والضلمة وحدها تروح يعني بكترة الإنارة لا 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 ديرون بولا لا والو احنا نقفلوا البيت ونكون دانيوها بالحطب شفت المعنى تضحكوا ولا لا والبيت لخرى إذا تفات فيها لون بولا أقفل أقفل البيوت كل خلني نبقى وعايشين وحدنا هك في عزلة متطرفين في الطرف عايشين هل هذا حل؟ هل الهروب من هذا الشي حل إيه بس حقل لك الله غالب شبابنا روحاكم على الشعرة ولا هنا بيتلق سيدة خاتي سمعتوا هنا بيتلق سيدة شبابنا روحاكم على الشعرة هنا يدخل سياسة جاب دينها بدعوب برسق فيها السياسة تبع هو شي يقول لماذا شبابنا حاكم على الشعرة؟ لماذا شبابنا ضايع؟ وللأسف الشديد الجواب على هذا يوصلنا واحد لا ليميت واحد الحدود مسكين الإمام ولا هادي الشباب بتاع تيكتوك ما يقدروش يروحولها آه الله خالب وحلا لأنه السيستام في حداته اللي عايشين فيه أراد أن يكون هادي الشباب ضايع وحتى إذا ما كانتش نيتو فبفعل أفعاله الشباب ضاع بسبب هادي السيستام فتقول لي يا ولدي وش ما الدين مش غير في الدين هاي الناس كل كارها حتى الشاب قاد عنده أكين أمبيسيون في الحياة هاي الناس كل ضايعا هاي الناس دعوية هاي الناس مدقوت يا يهوية الدين نعم فيه كلش فيه كلش وزيد يعني عجبني الشاب كي قال هاد النقطة هذا الشاب يقول لازمن بلغوا القانون لأنه القانون ويعاقب الناس هادما يقعدين يضروا في الشباب هاهاهاها والله هادي سيلاميار القانون تيعك القانون اللي أنت تحمي فيه وتدافع ليه مع كل احترامات للناس كله القانون تيعك يسمح بتجشين شركات طاق خمر في بلادك تصنع الخمر أشفيند كات في الصبح الليل ومن في الليل قالوا لي جماعة حدي سناريا نرفع مع الإلحاد ونرمال مياندر على الإلحاد لك الفيديو اسمه الإلحاد ودكو يقول لك زاري فابريكي والشراب شوفوا منها وستوكي بويزي بكانش تسمح بالديبوزيتر القانون تيعك يسمح بالديسكوتاك بالإبار بالخمارات يسمح ببيوت الدعارة القانون تيعك يسمح حتى يعني بالريباء والميكس هذي كل أمور قتلك يتجتمع فأدا بحرب من الله يا لطيف رو القانون تيعك دخلك في حرب أمام الله ما عملكش شوف الله رو يحارب في الجزائر علاش بسكو عندهم بيوت الدعارة رو القانون يسمح ببيوت الدعارة ويسمح بالخمارات فتوى جديدة هذي شوفوا مليحهم أمه قاعدة تضيع بسبب هذه الأمور لأمه وربي يقول لك هذه أم الخبائد هذه هي اللي تدمر لسوسيتي هذي تحطم الشباب ماشي الدين يعد جمرة الدين يعد روشي شاع النار تحطموا الشباب بس حنا ما نشوفوش هذا حنا اللي مقلقنا هو ميهوب أو دير حديث على عائشة أو رح يضيع الشباب بالحديث هذا يا ولدي الشباب يضاعت الشباب يضاعت كوكاين وخمر وزطلة وكشيات واجريسيون وتشوشنا والصاروخ الدنيا الدنيا يضاعة بلا كده ميهوب هولي حيدخلهم الإسلام شوية رجع الأمبيونس شوية الأحاديد يا ولدي الأمة ضاعة حرب على الله بلا ما عن بالك وديت تقولي والله نطلب من القانون يا ولدي قانون تيعك رو ندبة قانون تيعك رو كاريتا شبابك رو مسكين منهار شبابك قعدت خايف عليه لك إش ما يجيوها واحد من نور فاجي يضيع لك شبيبة كاملة روك خايف لأنك عايش في الظلمة وحاب تسكر هاديك البيت روك خايف يقول لك بلوكي بلوكي ما نقدروش نواجهو وعلا شبابنا ضايع شكون يضيعو شكون يضيعو ما ضيعتوش أنتم هاد الأمور وبعدك نروح ونلومو في واحد قاعد يدرس في النصوص يعني أمور بسيطة تقدر تجاوبوا فيه سهلة سهلة ما هوش مشكلتني هذا أنا مشكلتني أنكم قاعدين يشوفوا فيه ضلم كبير وشباب قاعد يضيع فما غادكمش كل هاد الحرب وغادكم هاد الشخص كيفاه يتكلم وانتم شبابكم قاعد يغرق ولا واحد يتكلم وزيد الشيء الجميل في بلادنا إنه الدستور هادة اللي فيه هاد النصوص القانون يسمح لك إنك تغيرها ما قلت لكش أنا أخرج كسر في الجزائر ولا القانون يسمح لك إنك في البرلمان تنتخب نصوص جديدة تغير كل هاد المجرى وكل هاد الحرب وتنحي الشركات هاد وتنحي الأمور قانون يسمح لك ولا واحد يشتهد باش يغير هاد النصوص هيا نديروا حملة ضد ميهوبي شوف قال لك واحد ما يشتهد باش يبدلك هاد النصوص تع القوانين دو كنشوفوا انت لك أنت تشتهد باش تبدل النصوص وقول لا 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 بهم لحي ميهوب بس حملة من أجل النصوص وغلق كل هاد الأمور وتغير في البرلمان ولا يا هم هنا الأمر خلي يضيعوا الشباب بس حمش نحبين بركة يضيعوا لأنه تكلم عائشة رضي الله عنها يا ولدي الشيعة كل عقيدتهم مبنية على سبانتا عائشة والشيعة يأتي الجزائر نسمع الرشولهم الطبي روج ونضعهم فوق روسنا خطك عندهم النووي واقتصادهم مليح وعلاقتهم مع روسيا ملاحة سمعتوا الشيعة ونفرشولهم والموحي ليس لازم الشيعة تعزلوا معهم ما كاش هيا شوفوا دو كنتم دو كنتم دو كنتم عندهم النووي ومع روسيا هلاش إيران مع روسيا قبلنا هنا شوف تكلم البروباغون يعملهم ونصرهم لزينفورمانسون كيفاشكالزم يخممو همدون هدي يالا كير كونيتي وهو فيكتيم تالا كير كونيتي تباهم لي هبط راسك ووسك تبارك سمع هذا كامل عاقيته وهذا هذا محليش عنده ميلكا بركا في التكتاك محليش تاهل هو ندموهم مع بعضهم ونسبوهم يالباشعة يكذا أما الشيعة مرحبا بيك أكتر لأكتر هو أنه مالورزمون لسوسيتي كل قاعدة ضيع ولكن كل ساكتين أربي يهدينا خاتل يسمحوا للعب ساعات ينفاعل طبعا مليح قالك الشيعة العاقيدة تحرم سبعة حيش محليش بشي مشكل قالك لازم تبدلوا النصوص في البرلمان يحضروا على الملحدين هادوما هدي الملحدين وشي يبوزوا كونكسيون وشنوما الحاجات اللي يرتكزوا عليهم بشي يقولك أنا ملحد سي كوا يبوزي دي كاستو في الدين لمنحقوا ما يمنهمش ما يدخلونه للعقل مثلا شوفوا نوريلكم هايا شوفوا اشتركوا في القناة هادي واسمها بولوغ النكاح زوال اسمها ربا اسمها اسبر دوكا اسبر دوكا 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 انت تقول لي برشك ممنوعه برشك دعم دير الصحة الانسان صح ممنوعه برشك الصحة حلاش ممنوعوش لبلوء اصنق بار اصنق لبلوء اصنق نعود 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 نتا اليوم 51 سنة تزوجبه 11 سنين ودخل عليها 9 سنين هادي حلال ولا حرام في الاسلام حلال نورمال بس ماشي اوبليج عليك اذا ببها قد سمعتو قلوه حلال في الاسلام هادي هادي بش يقول الاسلام حالا تزوجت في الله 9 سنين ها كده يا شو ببها يحب بقى جام يقول نحن هنا قلنا با ينسق سيك باش تفهم باش تفهم باش باش تفهم عليها عندك مشكلات على IQ دقو نقول هل دقو نقول دقو نقول لك بلي عندك نسبت لك بلي عندك مشكلة اسمع مليحة اسمع مليحة دقو نسمع وعليش كان قانون بتاع البلد اللي نعيش فيها أنا يقول لك منوع منع باتا إنه واحدة ستسنين تزوج بواحد خمسين ثانا ممنوع دائر قانون وكان قانون تعالله اللي يقول لك هذا الشي مباه يعني يعني شكول القانون اللي حسن شكول القانون اللي حسن اللي يحمي اللي يحمي الطفلة ويقول لك ممنوع إنها تزوج ودائر قانون واضح مشي غي يقول لك ممنوع ماشي قانون نوربيجي قانون جزائري يقول لك ممنوع إنه واحدة طفلة تزوج بواحدة كبيرة ويقول لك جريمة ويقول لك اختصار وليه يهدر عليها مام كيما انتهكل وقلت حل الكاميرا تهدر عليها في الجزائري عقب القانون أخير أخير هذا قانون ما عليش قانون الله يقول لك مباح شكول قانون شوف هذا قانون بشري قانون بشري كل Tiny أقول لك قانون بشري يدينا ربي وأيه يقول لك قانون جزائري alling قانون معهم قانون ونسع كأنني فهم عن ما عي absolutتوف عندك مشكلة خصية ايكيو كأنهم قلت قانون جزائري وانت تقول لي قانون بشر بينسير قانون بشر الله قلت لك أنا قانون إله قانون جزائري بينسير بشر داروه استينادا على العلم الموتقة على الدراسات علمية ميتااناليسيس ألور ما هو القانون المليح؟ تعالجزائر تعالحكومة الجزائري اللي يحمل أطفال ولا القانون تعالله اللي يقول لك مباح أتردد هذي برد تعال هذي تعال ايكيو باش نوري لك حاجة عاليش تقدر تجاوب جوابني على السؤال شك ولي قانون مليح قانون جزائري اللي يقول لك ما منوه ويحمل أطفال ولا قانون تعالله اللي يقول لك مباح كثير وهذا مش قانون تعالله اللي يقول لك مباح الله عمره ما باح هبسك ما هضيع او بونك بكركم يا ناس تسمى هذي الملحين هدايا رو يقولوا بل لي قانون الله وده جان جاهل والاخر يأتي إلى جогال و يقولون حيني يسيرهم إن هذا غيرorg و هذا كانت جديد مني wait بعد ذلك Are you supposed? Are you supposed to be something single compared to yourself? No, no, we're not supposed to respond We should start the camera No, no Give yourself some things soils them Obviously Listen to my데 Look at the camera Comeでき بفضل حلق.. حلق.. حلق المايك اخويا المايك بيلل اسمحني اني اغلق تعاود حليتي جيت نفتح المايك الونيفرسيتي تعشوكركم في ليون فينجلي فيلا بلدة نيسانس باعي بجايا أرجيري برميراني الونيفرسيتي في كليار مونفيرون انسكري برميراني دكتوران اسمك اللي يقول لي ما عندكش آكيو نتحده دوكا يطلع ايكو ما عندك حتى علاقة بالدراسة العلمية ما تفهمش حبيبي عندي برميراني ما عندك حتى علاقة بالدراسة العلمية اذا قلت لكم هذا بشك يقول لك انا عندي برفي دنفنسيون عندي برفي دنفنسيون وانا الدكتوران وكذا بسحل السكول وفراصو باللي تزوج بتقلع تسعة سنين وانت في عمر 52 سنة وراصول الله صلى الله عليه وسلم ماشينا هنبورتكي ستدير هادا نورمال علاش بسكو يربي اباح وين اباح وربي اباحو في القرآن وين حديد تعل البخاري اوه ستدير يدخلو له في راسو باللي هاد الحديد كاين منه والبخاري كاين منه وما تقدرش انت تغالب البخاري علاش بسكو البخاري بخاري غو صحيح الى قلها بخاري تسمى كتر من القرآن ما من المكاش القرآن وقلها بخاري يحكى الحكاية هادي على ام المؤمنين عايشة يريد تحكيها استطير انت دكتوران وليقول واش حبيت مخوخ لاس سماع طولو الكون يتيب عطاوة سماعكم واحد خارق أنا في هذا الموضوع تبعوا ملح هذا طفل هذا الملحط ليه يهدر عليه نعم ترجمة نانسي قبل 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 كانت عمرها تسع سنين لا حول ولا قوة إلا بالله العليه شوف الشتم في رسول الله صلى الله عليه وآله واسم يتقدر يقول قرار التاشعات تحيرة شوف كيف يعملون معقلهم في هذه الحالية يمنون والناس الذين لا يمنونون كيف يعملون معقلهم لا يمنونون الحجة لذلك يجعلونه قالوا هده هو الدين وهو الكتب الدين أطر هدو من تشوفوا هدو شوفوا من أجل حلقة في مراكز و يجبها الرسول الله وآله واسم شوفوا من أجل خلق سامل شوف يقول لك يقول لك تبعوا مليه شوف فإن ابن حاج العسقالاني ابن حاج العسقالين يشرح البخاري يقول أن أسماء بنت أبي بكر خد عائشة هي أم عبد الله بن الزبير أسلامت بمكة قديما وباعت النبي صلى الله عليه وسلم وهي أكبر من عائشة بعشر سنين هي أسماء بنت أبي بكر كانت كبيرة على عائشة بعشر سنين تبعوا مليه ها هكذا بعشر سنين وماتت بعد أن قتل ابنها بأقل من شهر ولها من العمر مئة سنة يقول لك ويروي البيهاقي والذهبي عن ابن أبي الزنات قوله أن أسماء بنت أبي بكر كانت أكبر من عائشة بعشر سنين سن البيهاقي مجلد ستة مئتين وربعة وسير أعلم النبلاء للذهبي مجلد مجلد سنين سبحان مئتين وتسعة وثمانين ما كانت كبيرة عليها بعشر سنين كما يروي النواوي عن الحافظ أبي نعيم قوله ولدت أسماء قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبعة وعشرين سنة أسماء زادت سبعة وعشرين سنة قبل لهجرة تبعوا مليها يقول لك بسبعة وعشرين سنة وكان لأبيها أبي بكر حين أولت له إحدى وعشرون سنة تهذيب الأسماء للنواوي مجلد ثلاثة سبحان مئتين وثلاثة وعشرين والتحصل والمتحصل من هذه الروايات أن أسماء كانت في السنة الأخيرة قبل الهجرة تبلغ من العمر سبعة وعشرين سنة سبعة وعشرين سنة سبعة وعشرين سنة قبل الهجرة كنت أمرها سبعة وعشرين سنة وعيدة أنها تكبر أختها عشرة بعائشة بعشرة سنين فيكون عمر هذه الأخيرة حين ذاك مقارباً لسبعة عشر عام وهو العمل التي تزوجت فيه فأين هذا من قولها أسماء كيهجت أسماء كنت في عمرها سبعة وعشرين سنة فيت عائشة بعشرة سنين أسماء عائشة كيهجرت كنت عمرها سبعة وعشرين سنة مثل ما زوجت مع الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم زوجت به عامين من يدخلوا لمدينة تبعوا من لهم وهكذا يكون النبي يقول لك بعشرة سنة فيكون عمر هذه الأخيرة حين ذاك مقارباً لسبعة عشر عام سبعة عشر عام وهو العام الذي تزوجت فيه فأين هذا من قولها أنها كانت ببن ستة أو سبعة وهكذا يكون النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قد دخل بها وهي تنازل عشرين سنة لا إنها كانت بنت ساعة ستلك الكل سابق من كتب العلماء نحس قداني نووي دهبي قدام عينيهما شوف بس شوفها غير كونيتيف هي رأوا قدام عينيه الانفورماشون ودو كان يعطيتها لكم بس حدوك تشوفوا كيف يكذبوك ويقولوا لك لا لا تشيها وتمشيها قبلوا النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ميطاشي وهبات الحكاية العالم قاعد يسيب في الرسول وميقبلوش يسقطوش هادي كنتا بوخاري هادي هي اللي عيتوا على كير كونيتيف يوه وانا كنتا بوخاري وانا كنتا بدي وانا كنتا بوخاري وانا كنتا بوخاري ميطاشة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هناك خلاف حول تحديد تاريخ ملاد عائشة بنت ابي بكر الشائع ان عائشة تزوج النبي محمد وهي ابن تسعة سنين وذلك في الشوال من سنة ثانية للهجرة وهو ما ورد في صحيح البخاري ومسلم برواية عائشة نفسها فياكون مولودها قبل الهجرة بسبعة سنين يقولك من السنة ثانية للهجرة تقديرك الهجرة اسمها سبعة وعشرين سنة نحية عشر سنين عائشة سبعتاش زوج بها عامين من الهجرة تسمى تسعة عشر سنة مشي تسعة سنة تم هاداك الحديث مكدوب على رأس الله بصح طاقير كون يتيف الدير باللي ما يقدرش يقولك باللي هاداك حدي ضاعف البخاري بورطان عندك قال حسابات هنا سهلة ما له بشواهت العلماء مؤرخين يصير عالم نبلى الدهب ها نوريه لكم بشكل هذا الدهب يصير عالم نبلى مش تشوفوه وكانت أسل منها هاي شاب يبضع عشر سنة بك تشوف ويجرت كنت عمرها سبعة وعشرين سنة سي تدير كالرسول صلى الله عليه وآله وسلم سي طعم قدو فيه كما يقول الملحدين وكما صوروها هالي المسلمين يقولك احنا مسلمين نحبو عرض الرسول هاي ابعتوها لنطفيدو بالكانون قولولوها وعطانها رافع ريبونس بلي ما الزوج بها مولا تسعة سنة بالحساب بالتاريخ بالكتب بالعلماء هل يقبلها هاي قلولو أسكوا تقبلها انتا يا وتقول بلي البخاري مكذوب الحادث ولا لا لا ونقدر كما يقولو نقدر تبتلكم بلي الحادث ضاعي ببساند بكل شعن عندي قجارة وشاش عليها صح ما عنديش الوقت خلوهم شوفوا لكان ياريبوندي بعد نجيبو له كل شعن باش كيش جاع ياريبوندي خاف ويقولكم الامة شوفوا امة لتعتبر رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي تحا لتاخدوا اسوة حك دا تسمح باش يحكوا عليه حكاياتك ما هادو هادي البيت هو البيت المظلم ماشي السيستام لجهل الناس السيستام اسلاميك هذا لجهل الناس تاكم همتوا جهلهم حتى مولا تنجز تخرج من الدين تلاح تخو بين شيرت مسخرون دايا كيفاش يقدر يصدق عفسا كيما هل يتقولوا نعم ولا انتا مرتد تسمى لازم نسب الرسول ولا اننا مرتد لا الهاء الله محمد رسول الله فقط يختفي انا تضعوا فيه كل مجاب نفس الشيعة ما شدوا يااخ elector داية ما نحب جميع ان انا يمثلي Tribe هم المساعدون بالدين لكي اتمام السياسة هم المساعدون بالدين لكي انا تهلوا باردك هلس ان just to strip انه لم تبدلش هذا النصص coke كان إتهجjt هم تخطر خ concludes هدو الناس يوصي أ CD ولي الله ولي رسوله ولي أم المؤمنين توما راكوا تسيقوا الشيء للأم المؤمنين والرسول قلوا الشيء عيسيهم قلوا هاي سيئهم ممشي ملاحاسيدي كفار ومجوسوا قلوا واش حبيت يا باتبروا لك بسيح انتها اخي تقول انا انا نحمي على الرسول وانا نحمي على أم المؤمنين تقول بل يزوج جمارات سع سنين دادها يما تلعب بجعل ولا ودادها غسلت لاحطة بيحجروا في دارهم وخرجوا وان رجل وانساء هذا حديث هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حولها ولا قوتيها بالله وجيت تقول رب يزعف علينا زعف عليكم انتم ما زعفش علينا هنا نو 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 انتم ما ليهمشتوا قاعد بلدنا البالة الأقلية انتم ما يلحدوا قاعد الغاشية هاي الملحيدين لما يدخلوا بالإلحاد هاي بلكتب ديالكو كتب تاكم هاي هاي بلكتب تاكم هاي وشبيكم يا ناس انا لو كان قابله هادا نقنعه باللي راك غال وشك تحضروا شبهك مزوج بهات سازنين قولي البوخاري قولي لا مستعرض ببوخاري ما تحكيي لا بوخاري نمسلم انا عندي كده نشوف نحوص نفهم وعندي عقل ونعطيك باللي كتب هادية هما يتشبتوا بهذا الكتب ويتشبتوا بهذا الفقه لأنه يساعدهم الملحيدين هادا يسيبوا فيه كل باش ليسحقوا باش يضربوا الدين ويتضربوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هاي براف واحدة مجدت لكم نعطيكم أولوف تعلي براف شتوها الخوان كما واحد اختاره نقول علي عليه السلام جاري بوندا قال لي يقوله عليه السلام غير على الصحالة الانبياء والرسول جبلت له حادث من البوخاري يقول علي عليه السلام ما نسألي بوندا ياه بسكو عليش جاهل ما يعرفش لا جار كونيتي بخو حاتب عاو Comic هاوو ياتبع في دينه أنا بلوس وش كاين قل لي غير شيعاء لقوله مزيد سلاitation صرف علي السلام آلاج هذا بخاري وشي segu هاو ال cho realizing هاو اللجهل هاو هي كوني جاهة للامة ماذا يجعل الأمة؟ وإذا كان ترك الحكام من الحكام هادو خرجوا من هذه الأمة وخرجوا من هذه الدين الحكام هادو كيف يتدخن كيف 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 هذا الدين الإسلامي هذا هو وكتبه هادوه وفقه هادوه هاشك تحارب فيه من ده ورق تقول ماشي الله جعله لغاشي اهنا؟ لا لا وفقه هادوه ياريه احياني انتظروا من أنه يحاولون انخسا علاء العقل لا تخدممش ه يلاحظت ولا يتنظروا ان يخبروا هادوه لا تدخل العقل الدخل والكدرع او انت تكون بلوتيس كما قالك على كيندري البوزيليكيس سيركولي ياريان اوار هاكده وسكت يبينسير يحضر تعافش جاوبو هاي الامة بجراي على شهد الحور هادو بيناتنا والقتل والإرهاب دولة إسلاميان مشوه للشارعة تماغدوه لو كانت دولة الشارعة تزوت 3-9 سنة نورمان تبع عملك 50 سنة ايوي زوجها نورمان بشارعة اخوه سلنا يقولك سلونة الرسول زوج دفلات 9 سنة ويا ما كاش منها بالحسابات وكلش ما كاش منها بس كلو كان يقولك بخاري ماشي منها يكسر قاعد دين ديانو غديم يقبلها انت يا خاوة الحمد لله النعمة الحمد لله البصرة تهالله في رحكم بخاوتي تهالله في رحكم تهالله في رحكم محمام الناس سلين مونسر يا الخاوة سلين مونسر همد صوت الانسادو يقولك احنا هم مان يملح احنا هم مان يحبوا الرسول احنا هم مان يكداو احنا هم مان في القناة جياو احنا هم مكداو وما شوف هم مان يحبوا الرسول وهذه الحديد وهذه النظرية هم مان يقبلوها ما يقبلوها ما يقبلوها لا يقبلوها يحطيك الانفورماتي فاصل ويقولك هم مان يقبلوها ويلاحكك هم مان يحبوا هم مان يقولون هاي جو ناخد رواية عبو غاري ما ناخدش رواية عربة هاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ربي يدين ويدك المؤمنين ان شاء الله